رئيس الأمريكي جو بايدن أصدر بيان رحب فيه بالاتفاق من إسرائيل وحماس في غزة وقال أنه بيرحب باتفاق تأمين إطلاق صراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس وتمنى شكر بايدن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر على قيادتهم الحاسمة وشركتهم في التوصل إلى هذا الاتفاق